السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحل محافظة الشرقية رقم 11 الصف الخامس البتدائي من كتاب سلاح التلميس سؤال الاول اختر الاجابة الصحيح عن بين الاجابات الموطوع عدد احرف المكعب ولا عدد احرف الهرم مربع القاعد انا عندي المكعب لو 6 اجو 12 حرف 8 رقص يعني لو كم حرف 12 حرف عدد احرف الهرم الاحرف الهرم 8 يبقى من الكبير طبعا ال 12 بقى العلامة اكبر منه. في الازجاج المرتب واحد واربع الافتاس اكس ده كده اكس وده كده وايو بال احداس اكس اللي هو الواحد. ساي رقم تلاتة اصغر مقام مشترك ليهه الكسرين? علشان اجيب اصغر مقام مشترك باخد الاربع وبفكة و باخد التسعة وبفكة اللي هي المقامة اللي عندي. الاربع دي اتنين في اتنين. والتسعة دي تلاتة في تلاتة وما فيش بينهم مشترك. يعني ايه ما فيش بينهم مشترك يعني هينزل كل الاعداد فاضرب الاربعة في تسعة الديني ستة وتلاتين يبقى اصغر مقام مشترك اللي هو الستة وتلاتين سؤال رقم اربعة يمكن رسمه مسلاس به زاويتان مقطع الاقل طبعا زاويتين حادتين لكن قائم واحدة بس ومنفرج برضي واحدة بس. السؤال رقم خمسة اربعة على خمسة من خمسة وعشرين كلمة مين دي معناها ضرب. الخمسة وعشرين دي معناها على واحد. اخد الخمسة وعشرين على الخمسة يتبقى لخمسة. خمسة في اربعة بعشرين يبقى معي عشرين. سؤال بقى. سرقم ستة ازا كان سي على تلت بيساوي تسعة فان سي بتساوي. المتغير جاي في الاول وبعده على تتقيل مسألة ضرب واضرب التسعة في تلت. طبعا ده معناها على واحدة سيم تلاتة على التسعة تديني تلاتة. يبقى اختيار رقم بقى. سرقم سبعة اتنين على اتنين في واحد على تسعة. طبعا لان الاتنين على اتنين ده المحايد الضربي اللي هو واحد. انا واحد على تسعة واحد على تسعة وبالعلى ما بينهم يساوي. السؤال الثاني اكمل. اربعة على نص. سيب الاولى اعكس العالة فيه شقلة بالكسر. اللي اتنين دي معناها على الوقاء اللي اتنين ده شقل بها تبقى الاتنين في اول واحد تحت. طبعا الواحد كده في المقام ما نشمحتاج اتنين فاربعة بتمانية يبقى ناتج معي تمانية. هنا تلاتة على اربعة في اربعة على تسعة فيه مقام مشترك اهو. ادي مقام ودي بص شكل بعض. شلهم مع بعض. اتبقى لي في البسط تلاتة وفي المقام تسعة. ادي التلاتة ودي التسعة. طبعا ده كده ممكن ابسطها في ابسط صورة عيسي مع التلاتة فيه تحت تلاتة على التلاتة هتدين واحد تسعة تلاتة هتدين تلاتة. بس رقم عشرة المسلس الذي به ضلعين متسوين في الطول. عندي المسلس في ضلعين اتنين بس متسوين في الطول. يبقى بقول عليه متساوي الساقين. متساوي الساقين. بسه الرقم 11. خمسة على اطناشر زائد واحد على ست. طبعا علشان اجمع اواطرح لازم تكون المقامات واحدة. هضرب هنا في اتنين وهضرب هنا في اتنين. خمسة على الاثناشر زائد. المقام بقى اطناشر. ضربت في اتنين. اضرب فوق في اتنين. مقامات واحدة باخد منها واحد. خمسة واثنين هيتني سبعة. يبقى سبعة على اطناشر. طبعا ملهاش تبسيط. سؤال اطناشر ميم ميم الف لمقامي الكسرين. واحد على اتنين واحد على تلاتة. هاجب ميم ميم الف للاتنين وهاجب ميم ميم الف للتلاتة. الاتنين ده عدد اولي حصل ضرب اتنين في واحد. والتلاتة برضو عدد اولي حصل ضرب التلاتة في واحد. هنزل كله يبقى اتنين في تلاتة بست. يبقى ميم ميم الف اللي هو الست. طبعا لما يكونوا عدد اولية ما فيش بينهم مشترك اضربهم في بعض مباشر. سؤال تلاتة سبع على نص. طبعا هنا اطبق القاعدة. سابق الاولى عكاس اللي على فيها شقل بالكسر. هو واحد على اتنين يبقى اتنين على واحد ومش محتاجة ان انا اكتب واحد في المقام. اذا كان حجمه متوازن مستطيلات اربعين سنتي تجايب ومساحة القاعدة عشرين. عايز الارتفاع. هاخد الرقم الكبير على الرقم الصغير. الحجم دايما ببقى كبير. اربعين على العشرين. هشل الصفر مع الصفر واربعة على اتنين هيديني اتنين يبقى اتنين سنتي. سؤال خمستاشر اتنين في نقاط على سبع بيسوي ستة على سبع. الاتنين دي معناها على واحد. فانما ضربت المقامات في بعضها في بعضها اتنين في ايه بقى بديني ستة اتنين في تلاتة. وتعا نشوف الصفحة التانية. السؤال الثالث. اختر الاجابة الصحية. ازا كانت اه سبع على ار بيسوي تمانية وعشرين. في انه قيمة regression حين سبع على تمانية وعشرين. سبع على تمانية وعشرين على طوف. طيب. ادي السبع على الثمانية وعشرين. هاتن مع السبعة بسط ومقام. سبع السبعة هتديني واحد. تمانية واسبعة هتديني اربعة. يبقى الناتج ربعة. في عين الربعة هون. عند تمثيل النقطة خمسة وصفر على مست Heaven عهد إحداث. في انه نتحرك خمسة وحدات على محور مين? خمس وحدات على محور اكس ضوي ما تنقلنش من مكانه اصلا احنا خمسة وهنفضل مكانه الصورة مكافأة للعدد الكسري تلاتة واربعة عشرين على اربعين طبعا هنبسط في ابسط صورة سيبت تلاتة زي ما هي ووضعها هنبسط الاربعين ممكن هنا نقسم على التماني هنا مشترك تماني هاسم على التمانية فوق هتديني تلاتة اربعين على التمانية هتديني خمس خمسة في تمانية باربعين يبقى تلاتة وتلاتة على خلص سؤال رقم تسعتاشر طلت من ست مراربعات المن يعني في ستة على التلاتة هتديني اتنين السؤال عشرين متوازم وستطلات ابعاد واثنين سنتي تلاتة سنتي خمسة سنتي عيس حجم الطول وفي عرض وفي ارتفاع الاثنين في خمسة وعشر عشرة في تلاتة بتلاتين السؤال رقم واحد وعشرين طبعا هنا علشان اطرح لازم اوحد المقام عشان نطرح هنوحد المقام حجم الاثنين يبسط ده واسم على الاربع فوق تحت هتقبل على الاربع وان اوحد المقام على الاربع تمام هيبقى اسهل شوي خلينا نوحد على الاربع يبقى المقام سهل وصغير وما نبسطش تاني هناسم ستتاشر على الاربع تديني اربعة تمانية على الاربع تديني اتنين تمام كده المقامات بردو واحد طريقة تاني ان انا اوصل الاربع للستتاشر اضرب اربعة فوق وتحت. واطرح الاثناشر من التمانية والمقامات برضو اخد منها واحد. بس بعد ما اتخلص سترجع تبسط كمان مرة. خمسة نقص اتنين هيديني تلاتة. المقامات اربعة باخد واحد. تلاتة نقص اتنين هتديني واحد يبقى تلاتة واحد على الاربعة. السؤال اللي بعضه. اذا كان المثالس يحتوي على زاوية منفرجة. زاوية منفرجة يبقى منفرج تب حده يبقى زاويتين حدتين او زاوية قيمة واحدة. سعر رقم اربعة اشترت سعية تمانية على تسعة كيلو جرام من الديق. استخدمت منه تلاتة على اربعة كيلو جرام من الديق لعمل فتراتها المفضلة. معدد الكيلو جرامات المتبقي. عايز المتبقي يعني طرح. تعالي ناخد الطرح. ادي تمانية على تسعة ده اللي موجودين. ناقص تلاتة على اربعة. علشان نشوف نطرح لازم تكون المقامات اللي اتنين زاوية. فاحنا هنواحد على ايه? هواحد على الستة وتلاتين. ليه الستة وتلاتين? ادي مقام ستة وتلاتين. واده المقام التاني ستة وتلاتين. الاربعة في تسعة بستة وتلاتين. وعمة كمان ما فيش بينهم مشترك. يعني لو فكتت التسعة لها تلاتة في تلاتة. والاربعة اتنين في اتنين. فهنزل كل الاعداد وهضربها في بعضها. هتديني برضو ستة وتلاتين. يبقى احنا كده ضربناهم في بعض. هنعمل المقص. الاربعة في تمانية باتنين وتلاتين. والتلاتة في تسعة بسبعة وعشرين. كده المقامات واحدة باخد منها واحدة بس. مقامة واحدة بياخد واحدة. سبعة وعشرين لحد الاتنين وثلاثين هيتين خمسة. خليها تبسيط? لا. يبقى هقول له عدد الكيلو جرامات المطبكة خمسة على ستة كيلو جرام. كيلو جرام. وتعال نشوف السؤال اربعة وعشرين متوازن مستطلة طول واربعة وعرضه تلاتة وارتفاع عشر. عايز حجم المتوازن. حجم المتوازن دوله في عرضه في ارتفاعه. حجم المتوازن هقول له حجم المتوازن دوله في عرضه في ارتفاعه. حجم متوازن المستطيلات. بيساوي الطول في العرض في الارتفاع. هي ساوي 3 في 4 بـ 12 12 في 10 بـ 120 و بـ 120 سنطي تكعيب لأن ده حج السؤال اللي بعده سؤال 25 لده أحمد 11 لتر من عصير الفواك ويرود تقسيمها بالتساوي على 5 من أصدقاء فما عدد اللترات التي يحصل عليها كل صدي 11 على الخمسة هننزل بعدد يقبل الاسم على الخمسة هننزل لحد 10 10 على الخمسة هتدين 2 المقام زو ما هو ولسه معنا كام باقي كام احنا خدنا العشرة يبقى باقي واحد عشان نوصل للحد عشر يبقى أقول له عدد اللترات التي يحصل عليها كل صديق التي يحصل عليها كل صديق 2 و 1 على خمسة لتر السؤال الأخير علبة على شكل متوازن مستطيلات مساحة قعدته عشرة وارتفاعه أربعة وجهت حجم مساحة القعدة في الاستفاع حجم المتوازي حجم متوازي طبعا لنا أكتر من قانون حجم متوازي المستطيلات بيساوي مساحة القاعدة في الارتفاع مساحة القعدة عندي عشرة والارتفاع عنده أربعة الأربعة في عشرة باربعين وطبعا ده حجم يطلع بالسنتي تكليل طبعا كده معتش يبقى كده الاختبار رقم 11 خلص إن شاء الله الفيديو القادم نبدأ في الاختبار رقم 12 محافظة بورسعيد ونكمل إن شاء الله اختبارات سلاح التلميز احنا خلصنا الأضواء وهنجمل إن شاء الله مع بعض اختبارات سلاح التلميز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته